السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل فترة وردتني سؤال عبر صفحته على الفيسبوك بيقول هذا السؤال هل من بيكانه الشخص أنه يبحث عن ذهب بالسويد لوحده أو منطلقاء نفسه؟ فأنا بحثت اليوم عن الموضوع ولقيت الجواب على الشكل التالي أنه بحسب قانون المعادن بالسويد ففيه هناك قسم من المعادن أو عدد كبير من المعادن ومن ضمنها طبعاً الذهب لازم الشخص يكون عنده إذن أو تصريح حتى يبحث عنها من مالك العقار أو المنطقة اللي هو رح يبحث فيها عن الذهب طبعاً بأحد المواقع المختصة بهذا الشأن مذكور أنه الذهب بالسويد المدفون أو الموجود بالطبيعة السويدي يقدر بحوالي 200 طن وحتى هذا الموقع كمان واضع خريطة رح تلكمها أنا هون بالفيديو حسب المسوح الجيولوجية الأماكن اللي من الممكن أن يكون موجود فيها الذهب بكاترة طبعاً الألوان بتشوفوها بالخريطة هي ما بتعلق أنه أي منطقة فيها أكثر من الثاني لكن لأنه هدول المسح الجيولوجي تم عبر فترات فكل لون كان بمثل مسح تم إجراؤه بفترة معينة هيك منص الله ختام هذا الفيديو أتمنى إذا كان لكم أسئلة مشابهة تكبوليها بالتعليقات حتى نجاوب عليها إن شاء الله بأقرب وقت شكراً للمتابعة والسلام عليكم